تواصل مصر دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تقديم المساعدات عبر الشاحنات الإغاثية التي تعبر من بوابة معبر رفح المصرية التي لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة وبلغت نسبة المساعدات المصرية 80% من إجمالي المساعدات العالمية المقدمة لهم من أجل تخفيف ويلات الحرب عن كهل الأشقاء في قطاع غزة مخازن مليئة بالمساعدات الطبية والغذائية واللوجستية يتم تحميلها ونقلها بشاحنات عن طريق مجهودات المتطوعين المصريين بالهلال الأحمر المصري ومحافظة شمال سيناء انطلاقاً للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة عبر بوابة رفح المصرية منذ شهر يوليو الماضي ونحن بنطال بوقف إطلاق النيران والإفراج عن الرهائن وده بيتفق تماماً مع الجهود السياسية المصرية أنا أعتبر أن هذه الزيارة أكثر من هو أن الناس جاية تشوف بنفسها مدى الجهد وهناك فرق كبير جداً من أن أشوف كلام ده في التلفزيون أو أستقبله في تقارير من أن أشوفه عملي زيارات مختلفة من منظمات وحكومات عالمية تتحرك لزيارة هذه المخازن ومنها وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الذي أشاد بالمجهودات المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة واستنكر أيضاً منع وعرقلة دخول المساعدات من جانب قوات الاحتلال أعبر عن شكر العميق على ما تبدله الحكومة المصرية من تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلسطينيين الموجودين هنا في شمال سيناء على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للجرحة والمصابين في مستشفى العريش واليوم تبرعت الحكومة البريطانية بمليون جنيه استرليني لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لدعم ومساندة الفلسطينيين الموجودين في مصر صحياً وإنسانياً ونجدد دعوتنا نحو عودة المحتجزين ووقف إطلاق النار نحن النهاردة زي ما تم الإعلان أن فيه برنامج وشراكة مع الحكومة البريطانية بقيمة مليون جنيه استرليني علشان ندعم المستشفيات المصرية ووزارة الصحة علشان نتقدم الرعاية الصحية للفلسطينيين وتواصل مصر دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال عبور الشاحنات الإغافية التي تصل فيها نسبة المساعدات المصرية إلى 80% من إجمال المساعدات العالمية والتي تعبر من بوابة معبر رفح المصرية التي لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة حيث تعمل الدولة المصرية على توفير المساعدات الإغاثية لهم من أجل تخفيف ويلات الحرب عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة كاريم بيبرت التلفزيون المصري